لما يحصل خارك للعادة على إيد عبد صالح ستنا مريم قاعدة في الكهف بتاعها في دار العبادة ما بيخشش على حد غير سيدنا زكري هو اللي بجيب لها بس الأكل والشرب فالطبيعي هو جاب لها كوب ولا إناء في مياه يبقى ملايش غيره فلما يدخل يلاقي لبن يلاقي فاكهة الله ما جيت لكش كان الفاكهة دي لما يلاقي فاكهة مش موجودة في الأرض أو في نفس الموسم ما كانش في بقى الصوامع والصوبة والكلام ده اللي بنعمل النهاردة ولا التلاجات اللي بنحفظ فاكهة طول السنة فيقوم يسألها أنا لك هذا تقول له من عند ربنا من عند الله فادي كرامة تسمعه إيه؟ كرامة لما جريج يضرب الولد في بطنه فالغلام الرضيع اللي لسه مولود يتكلم مش بس يتكلم يقول له بتضربني ليه؟ دي في حد ذاتها أصلا كرامة لا ده يفهم كمان ويعرف حاجة هو الولد ما فهم يعرفهاش يعرفها منين؟ يقول له من أبوك يقول له أبويا فلان هو أعرف منين؟ وده لسه بيبي وحتى لو كبر هيقول له ده أبوك هو أبوك خلاص وقد لا يكونوا أباه وقد لا يكون يا أطفال اتبنهم ناس وهم مش أهلهم ولا حاجة وقال له ما احنا أهلك وخلاص أهلين مشكريه هيعرف منين؟ فالغلام يقول له أبويا فلان الراعي الولد على إيدي الست يقول له ده ظالم ودي مظلومة يعرف منين؟ فدي بنسميها إيه؟ كرامات